هذا وتتواصل جلسات منتدى حوار الملامة 2020 في اليوم الثاني والذي عقد في مملكة البحرين على مدار ثلاثة أيام يشهد مشاركة حيوية ونقاشا فعالا بين مجموعة من الشخصيات القيادية والوزراء الحكوميين بالإضافة إلى نخبة من الخبراء وأصحاب الرأي ومجتمع الأعمال حول أبرز التحديات الأمنية الأكثر الحاحل في الشرق الأوسط وطرح الحلول والمبادرة القادرة على تذليلها المزيد في التقرير التالي مشاركات حيوية ونقاشات فاعلة ومتواصلة يشهدها مؤتمر حوار المنامة في دورته السالسة عشر الذي يعقد بمشاركة كبار الشخصيات القيادية والوزراء الحكوميين بالإضافة إلى نخبة من الخبراء وأصحاب الرأي ومجتمع الأعمال والذي نجاوا إلى المنامة لبحث أبرز التحديات الأمنية الأكثر الحاحل في الشرق الأوسط وطرح الحلول والمبادرات القادرة على تذليلها وكانت أعمال مؤتمر حوار المنامة قد انطلقت بحضور سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية وبكلمة للدكتور جون تشابمن المدير التنفيذي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية للشرق الأوسط وفي كلمة وزير الخارجية أمام حوار المنامة في يومه الثاني أكد سعادة الوزير أن أمن الشرق الأوسط ارتوط ارتباطا وثيقا بالأمن العالمي لمدة سبعين عاما وهو ارتباط ازداد قوة في الأوينة الأخيرة مشيرا الزياني إلى أن أحد الأسباب التي دفعت مملكة البحرين إلى إطلاق حوارات المنامة منذ أكثر من عقد هو إدراكها أن الأمن الإقليمي لا يمكن معالجته بشكل فاعل إلا كجزء لا يتجزأ من الأمن العالمي وأضاف الزياني أنه من الضروري تغيير التصور للشرق الأوسط على أنه منطقة مشكلة مشيرا إلى أهمية بناء منطقة تتبنى الحوار والاحترام المتبادل ويدعم فيها التعاون والمصالح المشتركة وكان مؤتمر حوار المنامة قد شهد مشاركة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود والذي أكد في كلمته لمؤتمر على استمرار المملكة العربية السعودية بالتزامها بتعزيز الأمن الخليجي كما أكد في الوقت ذاته أن المملكة العربية السعودية أظهرت التزامها الكبير تجاه المجتمع الدولي إذ قدمت من خلال اجتماع مجموعة العشرين التأكيد على التزامها ومساهمتها بضخ 11 تريليون دولار لدعم الاقتصاد العالمي ودعم التطايمات واللقاحات إلى جانب توجيه 14 مليار دولار لإغاثة الدول الأكثر تضررا من الجائحة كما شهد مؤتمر حوار المنامة كلمة لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والتي أعرب فيها عن بالغ شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وحكومة مملكة البحرين موشيدا بالنجاح البالغ الذي حققه هذا المؤتمر على مدى السنوات السابقة وعلى الدور الكبير الذي تشكله مملكة البحرين في تعزيز السلام والازدهار في جميع أنحاء العالم وأشار بومبيو إلى عدد من المبادئ الأساسية التي وجهت عمل الإدارة الأمريكية خلال الفترة الماضية كما تطرق إلى إيران مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تنظر للنظام الإيراني على أنه أكبر راع للإرهاب في العالم مؤكدا أنه بمساعدة الحلفاء في منطقة الخليج العربي أدت حملة الضغط على عزل إيران دبلوماسيا وعسكريا واقتصاديا هذا وتناولت جلسات مؤتمر حوار المنامة لهذا العام الاستثنائي موضوع الحكمة العالمية في أعقاب جائحة كوفيد-19 إضافة إلى جلسة حول أمن الشرق الأوسط في السياق العالمي أما الجلسة الثالثة فتناولت موضوع التعاون الدبلوماسي عقب جائحة كوفيد-19 فيما كان موضوع تسوية الصراعات في الشرق الأوسط موضوع الجلسة الرابعة ترجمة نانسي قنقر